كما بعث القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو وخلال البرقية أكد الفريق أول محمد زكي أن ثورة يوليو المجيدة كانت وسط ظل إنجازا وطنيا مضيئا حمل لوائها طلائع القوات المسلحة وانحزلها جموع الشعب المصري العظيم للخلاص من الاستعمار وتبعاته وبناء دولة قوية تنعم بالحرية والرياضة والتطور مضيفا أن الأمة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي الحكيمة ترسخ اليوم أو ترسخ اليوم مرحلة جديدة من الإنجازات الطموحة في مسيرة البناء والإصلاح وتجسد إرادتها الحرة بطاقات للنابغين والمبدعين من أبنائها ورجال جيشها المخلصين لتغيير ملامح الحياة على أرض مصر وبناء جمهورية جديدة تليق بتطلعات المصريين وآمالهم نحو التقدم والازدهار كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة هذا وأصدر الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي توجيها لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بهذه المناسبة كما أصدر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيها لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بهذه المناسبة